بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي معكم سلوى السجاع النهاردة هنكمل منهج الإسلاميك سيلكشن يونت ثري part A As we used to do we have four points Reading the new words Reading the text Translating the text And answering the questions يونت ثري زكاة the poor dues يحنة عندنا النهاردة يونت ثري الزكاة وهي حقوق الفقراء Number one reading the new words Solidarity Affability Affability The poor The poor Prescribed Prescribed Wealth Wealth Security Security The rich The rich The rich The needy The needy Shares Shares Number two reading the text Number two reading the text The poor and the needy Who have their prescribed shares in the wealth and the crops of the rich Once we see And after We Bethlehem Here we will We'll find out We'll get out one of the Let's copy The first thing, my account is the rank of the third من أركان الإسلام ومن خلال الزكاة يتضح التضامن والأمن والود في المجتمع الإسلامي طبعا من خلال الزكاة بأنواعها المختلفة ومن خلال الزكاة فإن الأغنياء يفزون بقلوب الفقراء والمحتاجون الذين لديهم أنصبتهم المفروضة في ثروة ومحاصيل الأغنياء نقبل فقرة أنصبت المفروضة نقبل فقرة أنصبت المفروضة أنصبت المفروضة المفروضة الأول ما هو الركن الثالث في أركان الإسلام؟ الإجابة طبعا هو الزكاة هي الركن الثالث في أركان الإسلام ما الذي يوضح التضامن والأمن والود في المجتمع الإسلام؟ الإجابة طبعا تكون متضحة من خلال الزكاة في المجتمع الإسلامي يبقى كل هذه الصفات الجميلة وهي التضامن والأمن والود طبعا تكون متضحة من خلال الزكاة في المجتمع الإسلامي كيف يفوز الأغنياء بقلوب الفقراء والمحتاجون؟ الإجابة طبعا إجابة بسيطة جدا من خلال الزكاة ما الذي يحصل عليه الفقراء؟ الإجابة بيحصلوا على أنصبتهم المفروضة في ثروة ومحاصيل الأغنياء سؤال مهم برضو عندي هل الزكاة ضرورية؟ لماذا؟ هل الزكاة ضرورية؟ ولماذا؟ الإجابة طبعا هنقول إنها ضرورية لأنها ركن من أركان الإسلام يبقى هي ضرورية لأنها ركن من أركان الإسلام ومن خلالها بيتضح التضامن والأمن والود في المجتمع الإسلام بكده نكون خلصنا letter A ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر